إيه علاقة اللحمية دكتور دايماً بعملية اللوز وإحنا لازم بنشيلهم مع بعض ده سؤال حتى من وحنا صغريب عاديين نسأله بس بنقول خلص أها عملية واحدة وبنخلص إحنا مشكلتنا كبيرة بقى في الأنف وأذن كلمة لحمية إحنا عندنا فيه تشخيصات كتير قوي في الأنف وأذن ترجمتها بالعربي لحمية بس هم حاجات مختلفة نهاية زي إيه يعني إحنا لحميات الجيوب الأنفية دي مختلفة خالص عن اللحمية اللي بتتشال مع اللوز دي عبارة عن خلية اللينفوية شبه الخلية اللينفوية بالضبط بتاعة اللوز بتبدأ نموها مع الطفل مع الولادة بتكبر مع دوار البرد المتكررة بتقفل مجرى التنقفص من الجهة الخلفية مشكلتها مع اللوز إن هي حاجة اسمها نفس الغدد اللينفوية تركيبياً بتاعة اللوز فتملي غالباً اللي بيكبر ده بيكبر ده بس مش شرط إن أنا شيل لحمية مع اللوز بس ده المستكمن ناس كبيرة بعد كده بالجلنة تقول لنا عندي لحمية على إن شلتها مع اللوز اللحميات اللي بتطلع في الجيوب الأنفية دي حاجة مختلفة خالص عن اللحمية اللي تشالت مع اللوز لأن بتبدأ تضمر من سن 12 ل 14 سنة وصعب قوي نلاقيها في سن بعد كده حتى لو لقناها بعد سن 18 سنة وشلناها لازم نحللها لأن مش ده المفروض يكون موجود بعض الناس يا دكتور لما بتتعب بذاته منطقة المناخير وتبقى بتشخر كمان بالليل قوي وبقى قوي والموضوع بقى مزعج لها وللي حواليها بيتقلهم حتى لو عملت عملية اللوز في جزء مثلا من اللحمية ما تشالش أو إن اللحمية دي ممكن تطلع تاني أو تبقى موجودة تاني بتفسير الموضوع دي الكلام ده صح مية في المية عشان كده إحنا دلوقتي دخول المناظير في جراحات الأنف وغزم غير الدنيا بالكامل زمان كانت اللحمية دي بتتشال بحاجة اسمها كريتج كحاتة تكحد الخلايا دي من على سطح الأنسجة فغالباً يبقى في بقاية مع دوار البرد المتكررة ده نسيج لنفاوي أي حسية أي إفرازات خلفية أي دوار برد هيتفاعل معها ويرجع يجبر تاني فإحنا دلوقتي بقى نتشالها في رمزة ستارت بالمنزار فإنتي شايفة بعينك كل حاجة دقيقة أه طبعاً نتشال كل تكون الانفاوي موجود فطبعاً ده قلل جداً نسبة رجاحها تاني وبالتالي احتياج الطفل لعملية تاني